منذ عام 2001 يعاني أهالي ناحية بروانا التابعة لقضاء حديث غربي الأنبار من تلك في العمل للجسر الكونكريتي الذي يربط ناحيتي الحقلانية وبروانا وهو على نفقة وزارة الإسكان والأعمار حيث أن الشركة لم تنجز العمل في هذا المشروع الحيوي والستراتيجي الذي تصل كلفة بنائه إلى 14 مليار دينار عراقي جسر الكونكريتي هو جسر مهم هو جسر رابط بين ناحية حقلانية وناحية بروانا ويعتبر من المشاريع المهمة التي سوف تكون ستراتيجية للبلد حقيقة هذا المشروع هو على وزارة الإسكان والأعمار المشروع فيه تركوء كبير من قبل الشركة التي تعمل فيه المشروع منذ عام 2001 ولحد الآن نسبة الإنجاز مالي لا تتجاوز 60% هذا المشروع ليس ضمن مشاريع محافظة الأنبار التي تخص الحكومة المحلية بينما هو من المشاريع التي على وزارة الإسكان والأعمار ويطالب سكان ناحية بروانا الحكومة المحلية والجهات المعنية عبر شاشة التغيير بضرورة الإسراع وإنجاز هذا الجسر وإنهاء معاناتهم التي مضى عليها نحو 20 عام الجسر الكونكريت ينفع المنطقة اقتصاديا لأن صعوبة سعلينا ناقل المواد الغذائية من مناطق الشمال إلى غرب الأنبار فنحن نطلب من سيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والمحافظة الأنبار الدكتور علي بأن تصير ضغوطات على الشركة المنجزة الجسر الكونكريتي لناحية بروانا لأنه حاليا نواجه صعوبات نقل المواد الغذائية عن طريق الجسر حاليا لدينا جسر حديد دواب يعني فمن تنقل عليه المواد الغذائية جسر يربط المنطقة الشمالية بالغربية للأرض أن يصبح هذا الجسر إذن إحنا نظر صلوا 25 سنة جسر يعني بها دولة إحنا وين جسر ما يطولوا إذا يهموا نفسهم يهموا نفسهم ما يطولوا سنة حسنا صلوا من 1998 لحد الآن ويعد جسر الكونكريتي من الجسور المهمة في محافظة الأنبار كونه يربط المناطق الغربية مع المحافظات الشمالية ولما له من أهمية اقتصادية وتجارية بين باقي المحافظات العراقية الأخرى من قضاء حديث أحمد الحمداني قناة التغيير